اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها اهم تدولة الصحف العربية والمواقع الاخبارية والبداية من خبر فشل تبادل اسرى بين المقاومة الشعبية وبين ميليشي الحوثي وقد تم تدول انباء الصفقة التي تم افشالها في اللحظة الاخيرة في عدد من المواقع الاخبارية موقع الموقع بوست قال وفقا لرواية احد قيادة المقاومة انه تم ايقاف موكب المقاومة الذي يحمل اسرا من قبل الحزام الامني وانه تم اطلاق النار على الموكب وقال سليمان الزامك قائد المقاومة الشعبية بمديرية خوري مكسر كنا في طريقنا لمحافظة الضالع بغرض تبادل اسرى حوثيين بعدد من الاسرى الجنوبيين المتواجدين بسجون الميليشيا الانقلابية يضيف القيادي تم احتجازنا اضافة لاطلاق الرصاص علينا بالرغم من امتلاكنا تصريحا من مدير الامن بعدا يقضي بالسماح لنا بالمرور ومعنا الاسرى واشار الى ان قوات الحزام الامني كانت تريد اخذ الاسرى الا ان المقاومة لم تسمح لهم بذلك ما جعل قوات الحزام الامني تقوم بتوقيف الموكب ومحاصرته واطلاق الرصاص الحي عليه ولفت الى ان عملية التبادل والتي كان من المقرر لها ان تنجح بالافراج عن عدد من الاسرى الجنوبيين مقابل 33 اسيرا حوثيا قد فشلت الحزام الامني كان له تعليق حول الحادثة وجاء رده في موقع دن تايم وقالت مصادر في الحزام الامني ان الهدف من التدخل هو ايقاف عملية التبادل التي لا تراعي المصلحة العامة والتي كانت ستتم دون علم القيادات الامنية وقيادات الجبهة وخصوصا جبهة باب البندب والتي تم فيها اسر عناصر من جماعة الحوثي واضاف المصدر هناك اسرى من مقاومة الميدان في ايد الحوثيين ولم يتم الاسفات لهم ما اغضب قيادات جبهة باب المندب من هذه التصرفات التي لا تراعي تضحيات جبهة القتال واشار المصدر الى ان جميع الاسرى الحوثيين القي القبض عليهم في جبهة باب المندب وليسوا اسرى اي جهة اخرى لأي احد من القيادات التي قامت بنقلهم الى ردفان تمهيدا لنقلهم الى اضالع خالد الرويشان كتب عن مطلب اليمني المجروح من ميليشيا لا يهم هادم اليمن وانسان في كل بقعة وارض وقال الرويشان الذي كان احد الناجين من مجزرة صالة العزاء لقد ادنت التحالف والسعودية عشرات المرات لكن مجانين السلطة والتسلط والتزلط لا تقرأ ولا تفهم ولا تريد ان تفهم يريدونك ان تؤدي الصرخة حينئذ يمكن ان يلتفتوا الى ما تقول اسمعوا وعو ولو مرة واحدة اسمعوها من شخص ينزف حزنا وقهرا على وطنه وشعبه كان لهذه الكارثة ان توقف الحرب وان تعودوا للحوار خاصة وقد اعترفتم بالقرار اثنين وعشرين ستة عشر كان لهذه الكارثة ان تعيدكم للكويت ولكن الكويت اعتذرت لماذا اعتذرت الكويت يا جهبذة الحمق والطمع والجشع والتسلط وحب الذات على حساب المواطن المسكين اعتذرت لانها اكتشفت انكم مجرد مضيعة للوقت مثلكم بارسا المسرح مجرد عبد المأمور تذكروا انكم اعترفتم بالقرار منذ سنة وما تزال الحرب مستمرة لو كنتم سياسيين محترمين حقا لكانت الحرب قد توقفت في اسبوعها الاول لكن طمع السلطة والتسلط يميت العقل والضمير كنتم في كويت العرب وكانت الكويت مع اليمن اكثر من غيرها كل سياسي عربي ويمني يعرف ذلك عداكم يعرف ان الكويت مع اليمن جاء امين عام الامم المتحدة يرجوكم وجاء امين عام الجامعة العربية يرجوكم والتقاكم امير الكويت مرات يرجوكم والعالم كله كان يرجوكم والشعب اليمن يتضرع ويرجوكم وانتم سادرون في غيكم تسعون يوما وبالاجر مثل حصالة نقود الان حصحص الحق اوقفوا الحرب اليمن يموت ويتقطع اوقفوا الحرب لا استطيع ان اقولها لغيركم فانتم من تحكمون وتتحكمون في البلاد وبلا رواتب للشعب المقهور وحدكم من يقدر ان يوقف الحرب خلال ساعة لو اردتم كلنا مواطنون لا رعاية لاحد تذكروا حكمة اليمنيين يا احمق من حكم هذه البلاد عن الاوضاع الصحية المتدهورة في البلاد عنوان موقع يمن منتر في صفحته الرئيسية وقال الكوليرا حرب صامتة تغزو حياة اليمنيين ويقول الموقع بدأت الكوليرا تتسلل بصمت الى عدد من المدن اليمنية كقاتل جديد يذقل بالمعاناة اليمنيين الذين يعيشون ظروفا مأساوية صعبة جراء الحرب المتصاعدة منذ اكثر من عام ومع ترد الخدمات الصحية جراء انهيار النظام الصحي وصعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة بدأ الوباء القاتل يتفاقم في البلاد ويهدد حياة السكان وكان اليمن قد اعلن خلوه من وباء الكوليرا في العام 1999 اي قبل اكثر من عقد ونصف لكن الحرب التي اعادت اليمنيين الى حياة البؤس والشتات اعادت الكوليرا ايضا الى الواجهة وتقول منظمة الصحة العالمية ان 76 الف يمني يواجهون خطر الكوليرا وانه تم تسجيل 15 حالة مؤكدة بعد اكثر من اسبوعين من الاعلان عن تسجيل اولى الحالات في العاصمة صنعاء مصدر طبي في المستشفى الجمهوري بصنعاء طلب عدم الكشف عن هويته اكد ليمن مونتور ان الحالات المؤكدة قد تجاوزت الخمسين لكن السلطات الصحية الخاضعة للحوثيين لا تمتلك الشجاعة للاعلان عنها الى موقع المصدر اونلاين والذي تابع الهجمات التي تعرضت لها بارجة امريكية للمرة الثالثة وعنوان الموقع تعرض المدمرة الامريكية ميسون للاستهداف الصاروخي قرب المياه اليمني للمرة الثالثة وقال الموقع تعرضت مدمرة امريكية لاستهداف صاروخي قرب المياه الاقليمية اليمنية ونقلت قلاة الان بي سي الامريكية عن مسؤولين امريكيين ان المدمرة تعرضت للاستهداف للمرة الثالثة خلال اسبوع الا انها لم تصب لانها استخدمت دفاعاتها لاعتراض الصاروخ وقال الموقع اتهمت الولايات المتحدة الامريكية جماعة الحوثي بالوقوف وراء استهداف المدمرة الا ان الجماعة نفت بشكل متكرر مسؤوليتها عن الاستهداف احزان اتهامة اليمن تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في يمن مونتر قال الكاتب في اجزاء من المقال قبل اسابيع ظهرت صور تعبر عن فضاعة ما يجري هناك اطفال لم يعود الجلد الا غطاء رقيقا يخفي عظامهم النحيلة اوجه الاطفال الجائعة المنهكة المريضة لم تفارق الابتسامة التي هي سمة كل ابناء تلك المنطقة التي تجود بعطائها لليمن كافة تهامة بها اكبر موانئ اليمن ما من مسؤول يمني حالي او سابق الا وله قطعة ارض منهوبة هناك لكنهم لا يهتمون بمصير جيرانهم من ابناء الحديدة ولا اكترثون لحزنهم وغضبهم المكتوم هؤلاء المسؤولون لا يرون فيها الى بقرات حلوبة وظيفتها الوحيدة ان تدر عليهم الخير حتى وان كان ضرعها قد جف بعد ان انتشرت صور اطفال تهامة اليمن وفضحت الاثر البشع للحرب الاهلية خاطبت كثيرا من قادة الحرب وتسألت كيف لهم ان يستطيعوا النوم وهم يرون هذه الصور المؤلمة لم يجب احد منهم بل من المؤكد انهم سخروا من رسالتي في مجتمعات اقل تدينا واكثر ضميرا كان من الواجب ان يتوقف هؤلاء ليسألوا انفسهم كيف يمكن لنا ان نوقف هذه المأساة مأساة الحرب في المناطق التي تسيطر على مجتمعاتها فكرة قتلانا في الجنة وقتلهم في جهنم الملزم اخلاقيا على مجلس التعوني واصدقاء اليمن ان يمارسوا كافة امكانيتهم لاجبار كل الاطراف اليمنية للجلوس على طاولة المباحثات والتوصل الى وقف دائم وفوري لهذه الحرب التي تزداد مع مرور كل يوم منها معدلات الكراهية والاحقاط لما يحدث في تهامة ليس الا صورة مجسدة مفزعة لما ينتظر اليمنيين اذا لم يتوقف هذا الصراع لحكم بلد لم يبقى فيه الا اطلاع موقع التغيير نت عنوان في صفحته الرئيسية المتحدث باسم فريق التحقيق يوضح كيف سيتم تعويض الضحايا الذين سقطوا في قصف العزاء بصنعاء وقال الموقع ان المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور اوضحانه سيتم اتباع الاجراءات النظامية اللازمة بحق الاشخاص الذين تسببوا في حادثة قصف مجلس العزاء بالقاعة الكبرى بصنعاء بغرض المحاسبة القانونية للاخطاء التي ارتكبت وينقل الموقع ما قاله المنصور لاحدى القنوات التلفزيونية حيث اكد انه بخصوص موضوع تعويض الضحايا فهناك امر ملكي صادر بانشاء لجنة اسماها لجنة جبر الضرر والاشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين او المصابين يتقدمون بما يثبت انهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة مشيرا الى ان هذا الالتزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جينيف الملزمة باعطاء التعويض في مثل هذه الحالات موقع الصهاريج نيوز عنوان في صفحته الرئيسية طائرة عمانية تنقل جرح الصالة الكبرى بصنعاء وقال الموقع ان المجموعة الاولى من الجرح والمكونة من 115 جريحا اصيبوا في غارات التحالف العربي على الصالة الكبرى بصنعاء نقلوا الى سلطنة عمان كما قال مسؤول في التمرد الحوثي وافاد مصور لفرانس بريس ان طائرة حكومية عمانية قامت بنقل الجرحة واعترف التحالف العربي بقيادة الصعوبي السعودية بارتكاب خطأ من خلال استهداف مجلس عزاء في صنعاء ما ادى الى مقتل 140 واصابة اخرين نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنطالع اهمة نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود معكم مطالعة اهمة كتبة الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العربي الجديد حيث عنوانت موارد الحوثيين جبايات وسوق سوداء ومال طائفي وقالت الصحيفة لا تزال مصادر تمويل جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن تتدفق لتعطيها قوة قودة دفع على الارض لتتنوع هذه المصادر بين فرض الجبايات والسيطرة على السوق السوداء التي انتشرت في ربوع البلاد بجانب الاموال الطائفية من خلال داعميها محليا ومن ايران خارجيا وتشكل جماعة الحوثيين استثناء بالمقارنة مع غيرها من الجماعات المسلحة من خلال حصولها على موارد رسمية بسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية وتحكمها في منافذ بحرية وجوية وبرية ما منحها مزيدا من القوة والنفوذ وليس واضحا ما هي خطط جماعة الحوثيين وكيف ستواجه أزمة الرواتب بعد أن خسروا موردا ماليا مهما نتيجة نقل البنك المركزي وإدارة عملياته خارج صنعاء الخاضعة لسيطرتهم حيث يواجهون ضغوطا شعبية نتيجة تأخر صرف الرواتب للقطاع المدني لشهر سبتمبر وعدم صرف رواتب القطاع العسكري لشهري أغسطس وسبتمبر محللون اقتصادي يمني قال للصحيفة الحوثيون لديهم صندوق أو صناديق خاصة موازية للنظام المصرفي الرسمي فخلال الفترة الماضية أنشأوا ما يشبه البنك المركزي الخاص بهم وإليه يتم تحويل الأموال التي تأتيهم من الخارج وعوائد السوق السوداء وخاصة تلك المتوفرة من مبيعات الوقود وغيرها من المصادر وأضاف لديهم مصادرهم المالية الخاصة وسيستمرون في الإنفاق على أنشطتهم الحربية وعناصرهم رغم سحب البنك المركزي من تحت سيطرتهم صحيفة الشرق الأوسط تابعت ما تشهده محافظة الحديدة من معاناة وعنونت الحديدة جرائم الحوثي وصالح يجابهها صمود المحافظة وقالت الصحيفة تعاني محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن من وجود الميليشيات الانقلابية على أراضيها وسيطرتها على جميع المرافق الحكومية بما فيها ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن اشتاحت ميليشيات الحوثي الانقلابية محافظة الحديدة في منتصف شهر أكتوبر 2014 وبإصناد من قوات المخلوع الصالح الانقلابية ومنذ وصول ميليشيات الحوثي إلى مدينة الحديدة باشرت بارتكاب جرائمها اللا إنسانية ضد أهالي المحافظة من إقصاء الموظفين من وظائفهم وقتل وملاحقات واعتقالات وتفجير منازل للمواطنين وقال قائد المقاومة التهمية عبد الرحمن شوعي للشرق الأوسط أن اتهامة ومديرياتها الساحلية الممتدة من ميدي وحتى باب المندب تشهد أبشع الجرائم وأصبحت تأن وتشكو الفقر والحرمان والعوز وتنتشر فيها رقعة المجاعة والأمراض والأوبئة الفتاكة بين أوساط المواطنين بسبب ممارسة وأساليب العصابات الإجرامية ضد المواطن التهمي لإذلاله وإفقاره وتجهيله نتابع أن الميليشيا تقوم بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإقليمية والدولية من مواد غذائية وغيرها وبيعها في الأسواق أول مواجهة حوثية أمريكية تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في الشرق الأوسط وقال الراشد تجرأ تنظيم الحوثي وبدأ يوجه معاركه ضد الأطراف المحايدة حيث قام بخطف مدرس أمريكي في صنعاء يشتغل في معهد لتدريس اللغة الإنجليزية وقصف التنظيم البارجة الأمريكية يو اس اس ماسون وظن الأمريكون أنه قصف عشوائي من قبل الحوثيين إلا أنه كررها وقصف البارجة نفسها رغم التحذيرات الأمريكية التي تلت القصف الأول وقصف التنظيم البارجة الأمريكية يو اس اس ماسون وظن الأمريكيون أنه قصف عشوائي من قبل الحوثيين إلا أنه كررها وقصف البارجة نفسها رغم التحذيرات الأمريكية التي تلت القصف الأول وقد قامت القوات الجوية الأمريكية بغارة على رادارات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظتي تعز والحديدة وهي ليست عقوبة مؤذية بل مجرد رسالة بعدم التعرض للقوات البحرية الأمريكية غارات محددة تعطي رسالة محددة بأن المطلوب عدم قصف صفنه فقط فلا توحي بأن الجانب الأمريكي مهتم بسلامة الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي تدور المعارك حوله للسيطرة على المضيق السراتيجي مع قوات الحكومة الشرعية وكانت الملاحة الدولية قد عانت على الضفة الأخرى من البحر الأحمر في العقد الماضي كثيرا عندما أثار الرعب قراصنة تابعون لميليشيات صومالية متطرفة وتطلب الأمر تنسيقا دوليا وتشكيل قوات بحرية متعددة الجنسيات للسيطرة على الوطن والأمر سيتكرر على الجانب اليمني ما لم يدعم العالم الحل السلمي القائم على نفس القرارات الدولية التي عطلت عندما نفذ الحوثي والرئيس اليمني السابق انقلابهما وتقاسم الحكم أمن الملاحة وأمن المنطقة وأمن العالم يتطلب موقفا دوليا ضد البلطجة والميليشيات مهما كانت ديانتها طالما أنها ترفع السلاح نذهب الآن لمطالعة أخبار الشأن اليمني في صحيفة الاتحاد التي عنونت في صفحتها الرئيسية مقتل عشرات الانقلابيين بينهم قيادي بارز في صعدة والحديدة والتعز والضالع والشرعية تسيطر على تلال استراتيجية في صرواح وفي تفاصيل خبر قالت الاتحاد قتل وأصيب عشرات العناصر من الميليشيات الانقلابية بينهم قيادات بارزة خلال معارك مع قوات الشرعية وغارات للتحالف العربي في مناطق البقع بمحافظة صعدة والحديدة وتعز والضالع وقال مصدر عسكري ميداني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جميع تلال الحماجر في صرواح التي ستمهد لوصول قوات الشرعية إلى العاصمة صنعاء وفي سياق متصل قتل قائد المنطقة العسكرية الخامسة شمال غرب اليمن المعين من قبل الانقلابيين الحوثيين العميد الركن منصور نمران وعشرة من مرافقه في ضربة جوية للتحالف العربي استهدفت قيادة المحور العسكري في مدينة الحديدة غرب البلاد قال العميد حميد عبد الرحمن متاش أحد القيادات الميدانية بجبهة صعدة في تصريح لصحيفة الخليج أن تحرير مديرية كتاب سيسهم في دفع مسار العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة السيطرة على مركز محافظة صعدة كون المديرية تطل على الأخيرة وتعد أقصر الطرق إليها وكشف عن تنفيذ عمليات عسكرية خاصة في صعدة تهدف إلى تدمير القدرات الصاروخية لجماعة الحوثي منوها إلى أن العمليات العسكرية الخاصة التي نفذت هناك أسهمت في دعم تقدم قوات الشرعية والمقاومة في معركة تحرير صعدة التي استهلتها بتحرير منطقة البقع الحدودية والسيطرة على مهبط الطائرات الهيلوكابتر والتقدم في مديرية كتاب ولفت القيادي إلى أن الجيش الوطني وجه نداء إلى أبناء محافظة صعدة للاتحاق به وبالمقاومة الشعبية والمشاركة في معركة تحرير صعدة نذهب الآن إلى صحيفة القدس العربي للتعرف أكثر على مشاكل الشرق الأوسط التي أوردتها الصحيفة وأهمها مشكلة المياه حيث عنوانات الصحيفة مشكلة نقص المياه في الشرق الأوسط سبب إضافي لنزاعات وحروب المستقبل وتقول الصحيفة تشير القراءات إلى أن نقص المياه في الشرق الأوسط سيتصدر أكثر المشكلات حدة في المستقبل فيما يبدو أنه سيكون السبب في اندلاع النزاعات على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية ووفق المعهد الدولي لإدارة الثروة المائية فإن 13 دولة شرق أوسطية ستعاني قريبا من أزمة نقص المياه وأن بلدان دول الخليج العربية ستواجه المشاكل الأكثر حدة في أزمة المياه وضفت الصحيفة تشعر المنطقة بمشكلة نقص المياه بشكل أكثر حدة على الأخص الملدان التي يتنامى فيها السكان بسرعة كالصومال واليمن وأفغانستان والمناطق الصحراوية من السودان تعنت المخلوع يؤجل سلام اليمن تحت هذا العنوان كتب سالم حميد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال الكاتب من يتابع أداء وخطابات وتسريبات المخلوع علي عبدالله صالح منذ بدء الانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية يلاحظ أنه وجد في الفوضى التي أشعلها الحوثيون فرصة للظهور مجددا في المشهد وممارسة لعبة الانتقام والرقص على الخراب وتشتيع العنف والمتاجرة بالدماء الضحايا والدفع بمزيد من البسطاء للالتحاق بالطابور الإيراني الذي يقوده الحوثيون بروح طائفية ودون أي هدف منطقي لقد طالت الحرب في اليمن أكثر من اللازم ولم يحظى الحوثيون وحليفهم بأي اعتراف دولي بانقلابهم المدعوم إيرانيا ولم ينجز الانقلابيون لليمنيين شيئا سوى زيادة الفقر والمرض والموت في كل الجبهات التي اخترعوها لأنفسهم وفي كل المدن التي يتمترسون فيها بالمدنيين يعرف المخلوع أنه سيكون بدون مستقبل سياسي في حال انتقال اليمن إلى مرحلة السلام والشرعية لذلك يصر على لعب دور المفسد وهو ينتكم ممن أخرجوه من السلطة ويبدو أنه قد وضع نصب عينيه هدفا وحيدا هو إغراق اليمن في العنف واستغلال طموح الحوثيين العبثي للإبقاء على اليمن من دون نظام شرعي صوملة اليمن هي الهدف الذي يسعى له المخلوع صالح وكان قد هدد بالصوملة أكثر من مرة قبل خروجه من الحكم لذلك يواصل التعنت ويحرض على السمرار الحرب ويقف ضد الوصول إلى سلام يكفل عودة الحكومة الشرعية يواصل الأردنيون احتجاجاتهم ضد صفقة شراء الغاز من إسرائيل ويعبرون عن ذلك بالخروج إلى الشوارع والتظاهر جولة مصورة في أحدى التظاهرات المناهضة للصفقة نتابع الصور المنشورة في العرب الجديد ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة لأن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمل إله ونتابع مع المجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر